اشتركوا في القناة يتم الترويج لها رقميا في تجربة هي الأولى من نوعها وطنيا والانطلاقة كانت من قسنطينا بقسنطينا سطر المتحف خلال فعاليات شهر أتراث هذه السنة الذي جاء تحت الشعار أتراث الثقافي الجزائري وانتداداته الإفريقية عدة نشاطات امتدت من 18 أفريل إلى غير يومنا هذا بين تقنيات المميزة هذه السنة هي استعمال تقنية الهولوغرام هي تقنية حادثة استعملناها الهدف منها هي تتمين التراث الثقافي يعني عرض التراث الثقافي بتقنية حادثة لتتمينه وجد أكبر عدد من الزوار ولفت انتباه الزوار خلال هذه التقنية الحادثة التي تتمثل في مضيفة باللباس التقليدي يعني تتحدث عن شعار شهر طرعات عن ترشد الزوار إلى خلال هذه التظاهرة وهي تقنيات أخرى على يساري واليميني وهي الهولوغرام الهرامي يعني ليستعملنا فيه عدة قطاع أثرية بتقنية تولات الأبعاد شقاء عرب وسياح أجانب من مختلف الدول أعجبوا بالتقنية الرقمية وتمنوا تعميمها بعديد القطاعات الكثير من زوار يقبلون على هذه القاعة خاصة أن هذه حديثة حاجة جديدة يشوفها قبل ذلك وهي تقنية مضيفة باللباس التقليدي لأول مرة تستعمل في الجزائر قام بدوره في تحديث بعض الأشياء التي كانت تقليدية من ضمنها العرض البروغرامي الهرامي الذي يكون على اليمين الآن يعرض ما في أهم من الحضارة الجزائرية من التحف والصور التي تعرض يميني الآن هذه التطور الحديث الذي سهدته الجزائر نصلا الله عز وجل أن يبرك لهم فيه ونصلا الله عز وجل أن يكون قدوة لكل الدول العربية إذا تقنية القصنطين لذلك أنه تفزيلاً لأنه يمينيز لتتجارة وهكذا يرى المناطق والمشاعة وكذا ينتظر هناك تماماً لكني في أيضاً كم الشخص في صبر ونحن نعده كم الشخص وكما أن يكون في هذا المطاق سياح من مختلف الولايات زاروا قصر الحاج أحمد باي تعلقوا بتراث قسنطين الباقي بتفاصيله رغم الزمن والعصرنا اليوم جينا من ولاية بورد بوراريج زيارة الولاية قسنطين حيث قمنا بزيارة قصر أحمد باي ووجدنا هنا عادة تقليدية جميلة لا توجد في العديد من الولايات إلا في ولاية قسنطين لتقطير الورد عن طريق القطار لم نجد هذه التقنية في أي ولاية من ولاية أخرى كانت جد جد ممتعة اكتشفنا قديش من حاجة غرف أولاد أحمد باي كيفية تقطير الماء والماء الزهر والماء الورد حاجة مميزة هنا أنه لا توجد مرشدة حقيقية ولكن توجد مرشدة افتراضية كانت حاجة بزيف مليحة عرفنا حويج بزيف عرفنا تاريخ الجزائر العريق عن طريق تقنية جميلة نجينا في رحلة سياحية من ولاية بورج بوري ريج مع جمالية العلماء المسلمين الجزائريين أعجبتني ولاية قصنطينة والسيما قصر أحمد باي الذي كان يتنوع على طوافم ثقافي أعجبني كثيرا نجينا في شهر تراث إلى قصر أحمد باي بولاية قصنطينة واكتشفنا عادات وتقاليد التي تتميز بها ولاية قصنطينة فقط ومن بينها تقطير الورد وزهور نحن جينا من عنابة نزور مدينة قصنطينة بصفة عامة خاصة في شهر هذا الخاص بالتراث الوطني وبالمناسبة شفنا معارضة كثيرة في البلاد خاصة بتقطير مع الورد والزهر وبعض نباتات العطيرة أخرى روائح الورد روائح في الواحد نجينا مع القايدة القصر أحمد باي نشوف ثورات الجزائري وبعض نشوف كفاية قطر والورد والزهر وبعض نشوف المنشطة الافتراضية هنا يحافظ حرافي المدينة على القطر والطنجة أدوات عملت بدورها لسنين طويلة بل لقرون بل أزيد من ستة قرون حسب تصريح مهتمين فلتقطير الزهر والورد قصص لا يعرفها سوى عشاقها لما لها من فوائد تظهر جليا في تحضير الحلوى والأتباق التقليدية ناهيك عن العلاجية منها كما يقول ياسينا قصة عشق أبدي لتراث أصيل عبقه يفوح من الطنجرة والقطار القديم بمدينة هي للأسياد عنوان وللأصالة بصمة لا ولن تزول ترجمة نانسي قنقر